دلوقتي بقى حنشوف ازاي حنعمل عملية الام مديريشن اللي هو التعديل ونعمل كمان عملية الكشف لان احنا قلنا من شوية واحنا بنتكلم على عملية التعديل الاتساعي الام وقلنا في تقسيم نوع عجلس الارسال الازاعي ان هي عملية التعديل اللي مقصود بيا ان انا احط موجو الترد مخافض على موجو الترد علي عشان ابعتها المساعدة لاجلس الاستقبال يبقى في تعديل في الارسال وعشان رجع الموجة تاني لاصلها ازا كانت بعد صوت او بعد صوت وصورة او اي حاجة رجعها تاني لاصلها في دايرة عندي في جهاز استقبال اسمه دايرة الكشف فدول اللي حنشوفهم وانبتدين اشتغل عليهم عمليا اننا ابتدي اشوف اشارة الترد المخافض اللوح ده اجيب الموالي الترد المخافض ووصله على الاسليسكوب واشوف اشارة الترد المخافض بعنايا وبعدين اشوف اشارة التردد العالي وبعدين ادخل اتنين دول على دائرة التعديل اللي هي تردد مخافض والتردد العالي واخد خارج دائرة التعديل واشوفه واشارة معدلة اه طلقة مزبوطة كويس قوي اروح مدخلها على دائرة الكشف دائرة الكشف تفصيص للمجا الحاملة عن المحمولة طيب اللي خارج من دائرة الكشف خلي بالك انا عندي تعديل إشارة بعدتها عشان تتعدل وتروح لجهاز الاستقبال يعني الإشارة دي دخلت عادية التعديل وبعدين حاخدها من التعديل يدخلها على الكشف إيه اللي هيطلع من الكشف من التعديل هيطلع إشارة معدلة A-M طب إيه اللي هيطلع من دولة الكشف الإشارة الأصلية اللي أنا دخلتها أساسا مش أنا أقولتك إشارة اللي عايزة أبعتها صوت وصلك إنت على الجهاز اللي عندك صوت صوت وصورة يبقى ده اللي اوصله لك ان انا هتأكد من دائرة الكشف ان هي هي الاشارة اشوفوا الاشارة اللي مدخلها اللي داخلة من الاصل واشوفوا الاشارة اللي داخلة من الكشف اللي خارجها من الكشف الاشارة تنجز من يكون واحدين هو الاشارة واحدة زي بعض ما يبقاش فيهم تغيير لان الاشارة اللي عايز ابعتها هي اللي عايز استقبلها يبقى الكلام ده هنشوفه وهنشوف جزء فيه وخلي بالك بقى معاه الجزء العامل اللي احنا بنتكلم فيه واحنا بنعمل تجربة بتاعة التعديل التساعي الام لازم تبقى فاهم اننا بشتغل برضو في عملية تشخيص اعطال او تحديد اعطال ازاي دي يا استاذ اقولك ازاي انا هشوف الاشارة اللي خارجة اشارة ترادل مخفض اللي خارجة من موالد ترادل مخفض خلي بالك النقطة دي هتكلم فيها يعني هتكلم فيها بتفصيل وجزء مهم جدا 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 في ان انت تفهم ازاي تحدث عطل هشوف الاشارة اللي خارجة من موالد ترادل مخفض وبعدين هشوف الإشارة هاخدها عن طريق أسلاك للتوصيل لدائرة التعديل واشوف الإشارة بتاعترض مخافة تاني بعد أسلاك التوصيل اللي هي داخل على دائرة التعديل يعني هشوفها قبل الأسلاك وبعد الأسلاك عليك إلا عشان لو فيه خلل داخل السلك أو كابل فاصل أو طرف من أطراف التوصيل الفاصل من الداخل وأنا مش واخد بالي ودخلت الإشارة التراضي المخافض ودخلت إشارة التراضي العالي وأجب أبص في الخارجة ما لاقيش إشارة معدلة السبب فيها طب ما أنا متأكد إن الإشارة خارجة من أطراف المخافض بس ما شوفتهاش داخل عادات التعديل وده جزء مهم جدا جدا هنقوله بالتفصيل من خلال الشرح العامل تعالي نشوف الكلام ده ده التعديل والكشف التساعي الأم عمليا للموجة الجيبية باستخدام مولد التراضي عالي اللي هو داخل دائرة التعديل تعالي نشوف كده قادي الجزء اللي عندي أو الأجهزة اللي أشتغل بيها مولد تراضي مخافض جهاز أسليسكوب دائرة التعديل دي دائرة تغزية لدائرة التعديل الله طب ما نقص كده حاجة يا أستاذ نقص ايه تمام نقص مولد التراضي عالي لا مولد التراضي عالي داخل دائرة التعديل شايف الجزء ده هو ده مولد التراضي العالي والطرافين دول الخارج بتاعه تراضد الإشارة بتاعته 100 كيلو هيرتز إنما ده 100 كيلو هيرتز تراضي المخافض ده 100 كيلو هيرتز تعال نشوف الكلام ده لو بصيت كده أهو أاجي أبص على الجزء ده حتدي أشوف قادي الترات أجهزة بتوعي وابتدي أقول لك كل جزء أو كل جهاز يستخدمه فارغ ده مولد التراضي المخافض اللي هجيب لي موجة التراضي المخافض اهو دي دائرة تغزية زائد فيها تلت أطراف زائد خمستاشر ونائس خمستاشر وأرضي زائد خمستاشر ونائس خمستاشر وأرضي حيخرجوا منين دول؟ حيخرجوا من دائرة التغزية دي اليا بور سبلاي لدائرة التعديل طيب طيب في عندي إيتها لي بعد كده؟ الأسلسكوب وبعدين دائرة التعديل ودائرة الكشف كمان معاها ومعاهم داخلها برضو مولد التراضي العالي اللي هو الهاي فريكوانسي جيلة اهو بص بقى خلي باجبا معايا ده التغزية بتاعتها زائد خمستاشر ده الزائد وده الأرضي وده النائس خمستاشر في عندي الجزء بقى ده مولد التراضي العالي اهو 100 كيلو هرتز وده أطراف الخارج بتاعته مولد التراضي العالي خارج التراضي العالي بدخله على V1 الطرف ده طرفين دول ددائرة التعديل بقى يبقى ده ده مولد التراضي العالي اهو الخارج بتاعه طرفين دول هم اللي هيوصلوا على داخل دائرة التعديل على الداخل V1 اهو في نفس الجزء ده برضو انا باتكلم في ايه بقى؟ هيكل 낱دا الدخلة التانية ده بقى تراضي المخافط يبقى V2 شيء takia ثقي والثار دخل دول وده الدخل حمل hi dé الدخلين اللي هو تراضي مخافط التراضي العالي وده الخارج بتاعها اللي هو الخارج اللي هيخد به الاشارة المعدلة هنا ده كلها ده ده الجزء اللي بعد كده بنسمي دي تيكتور كاشف دي تيكتور سيركت اي اللي هيبتدي يفصل للموجة الحاملة عن المحمولة وده الهاي باس فلتر اللي هو مرشح الترددات العالية اللي بيخلصني من مركبة الدي سي اللي هتبقى موجودة في اشارة الخارج وحنشوفها الكلام ده ونشوف ده الهاي باس فلتر هيعمل ايه بالزبط تعال بقى اللي بتدي نوصل الدايرة بتاعتنا وقبل ما نوصل الدايرة بتاعتنا لازم اشوف الاول توصيل التغذية اوصل زيادة 15 والارضي والنقص 15 تمام كده لوصلت دايرة التغذية البور اللي هتشغل الدايرة نفسها ده التعديل والكشف وفي نفس الوقت برضو مولد التردد عالي هاخد خارج مولد التردد عالي ده هيوصل فين تمام هيوصل على الداخل دي واحد اهو هاخد خلي بلاك بقى معايا انا عملت ايه ووصلت دايرة التغذية او جهود التغذية لدايرة التعديل ودايرة الكشف ومولد التردد العالي حلو اوي وخدت خارج مولد التردد العالي دخلته على مين عالية التعديل ممكن اروح جايب مولد التردد المخفض ودخله عالية التعديل يبقى هده خارج تردد العالي وتردد المخفض واجه شوف الخارج الاشارة المعدلة ملاقيش اشارة معدلة معايا انا مشغل المولدين مولد تردد العالي ومولد تردد المخفض ليه? لا انه في خطوه انا معاملتهاش عشان كده موقفت في الشرح وجيتلك.ию الخطوة اللي انا معاملتهاش؟ الخطوة ان انا لازم اشوف بعناية اشارة التردد العالي والتردد المخفض على اسلسكوب على اسلسكوب قبل ما يخشوا اتنين عاديات التعديل لازم اشوف الاشارتين قبل ما يخشوا على التعديل عشان يتأكد ان الاشارتين دخل موجودين في الدخل لو ما طلعتش يخلي بالك معايا الاشارة المعدلة A-M يبقى العطلة في دايرة التعديل انا الكلام دي بكلمه لك عشان تعرف ازاي بشخص الاعطاء اتأكدت فعلا الاشارات موجودة في الدخل وما فيش اشارة في الخارج يبقى العطلة في دايرة التعديل بس اتأكد تشوف الكلمة اتأكدت دي تعال نشوف معنا كلمة اتأكدت دي هعملها عملين ازاي تعال نشوف الكلام ده نشوف كده على الشاشة اول ما بص كده لازم انا وصلت خارج مولد التردد العالي على الدخل V1 شفته على الاسيسكوب اتأكدت ان الاشارة دي خارجها ودخلت على التعديل ولا لا لا نتأكد يبقى هشوفها عن طريق مين عن طريق الاسيسكوب هاخد اطراف الاسيسكوب وابتدي اشوف فاعلا اشارة التردد العالي خارجها من المولد اللي على الدخل V1 تمام اشارة موجودة تمام ومظبوطة تردد عالي اه ناقص اشوف مين اشارة التردد المخفض طبعا لازم عشان زي ما اقولتلك هتأكد من الاتنين الموجودين هشغل بقى الدخل التاني للاسيسكوب عشان اشوف اشارة التردد المخفض هياخد ادي اطراف الاسيسكوب هم شفتهم على خارج المولد بص اهم موجودة اشارة التردد المخفض موجودة فين؟ في خارج المولد على اطراف خارج المولد ركز معايا لاني هشوفها بعد كده بعد موصلها بالاسلاك وشوفها خارج الاسلاك اللي هي في دخل داية التعديل هتدى ازبط الاشارة بتاعتي وهتدى ازبط جهاز الاسيسكوب بحيث ان انا ممكن اشوف اشارتين في وقت واحد هتدى اشغل الجهاز اهو وهنا بعرفك ان في مركبة للجهاز الجهود بتاع دي سي موجود معاه طيب هتدى اشغل الداخل التاني عشان نشوف اشارة التانية لانما يشوف الاشارة بتاعت الداخل والاشارة المعدلة بعد كده اخد اطراف الخارج بتاعت مواني التردد المخفض بعد ما يشوفت الاشارة ودخلهم عالية التعديل دخلتها يقدر التعديل هي الطرف الاولاني والطرف التاني بص بقى هشوف الاشارة فين انا شفتها هنا على اطراف دي هشوفها كمان هنا عالداخل نفسه عشان اتأكد ان الاسلاك دي سليمة ووصلتلي الاشارة اهي هكده اللي بختبر اسلاك التوسيل شغالة معايا ولا بيشغال حالطرف الاولاني والطرف التالي تمام موجودة الاشارة هي موجودة اشارة التردد مين المخفض طب كويس انا شفت الاشارتين دلوقتي حتدي بقى دخلتهم على موجود التردد المخفض على عدادة التعديل اشوف خارج جداية التعديل اهي الاشارة معدلة اي ام تماماً اهي اتساعها بزيد ويقل على حسب الموجودة المحمولة شوف على حسب الموجودة الحاملة اتساع بتاع الموجودة المحمولة هو بزيد ويقل هنا اتساع كبير جداً في الجزء الموجودة تساع قليل في الجزء السالب تساع كبير في الجزء الموت يبقى دي اشارة معدلة تعديل اتساعي كده في موجودة محمولة اللي هي موجودة تردد المخفض للغلاف اللي برا ده وفي موجودة حاملة اللي هي التردد العالي حتدي بعد كده دخل الاشارة ليه على دايرة مين الكاشف نشوف كده انا شفتها دلوقتي وشفت الاشارة المعدلة مزبوطة تمام اهي اهي خلي بالك بقى معايا هعمل ايه دلوقتي هخش على دايرة الكاشف طب الكاشف ده عبارة عن ايه عن اهبص الكاشف ده عبارة عن سنائي خلي بالك بقى معايا بالكريم اللي هقوله ركز معايا الكاشف في الام كل دواير الكاشف بتاعت الام عبارة عن سنائي ومكسف سنائي ومكسف تكاشف الام اللي بيفصل للموجة الحاملة تردوده عالي عن الموجة المحمولة لتردوده مخافض ليه بحط السنائي خلي بالك بقى معايا السنائي بيعمل ايه السنائي نفسه احنا عارفين وعندنا خلفية من دوار التوحيد السنائي لو انا بوصله امامي ودخلت على اشارة فيها جزء موجة بجزء سالب هيطلع جزء الموجة بس مش هيطلع جزء السالب هنا عندي موجة حاملة ومحمولة لو دخلتها على السنائي هيبتدي نقص الجزء العلوي بس اللي يعديه والجزء السفلي مش هيعديه عشان كده عامل لك ادخلك الاشارة على سنائي بس وتشوف الاول شكلها ايه وبعد كده نشوف اندخلها على دايرة الكشف كلها كاملة اللي فيها السنائي والمكاسر طب انا عندي نص الاشارة اللي عده اللي هو العلوي اللي عده من السنائي فيه تردد عالي واحنا قلنا دايرة الكشف بتفصل موجة التردد المخفض كلها عن موجة التردد العالي كلها عشان احنا قلنا احنا عايزين التردد المخفض عايزين الموجة المحمولة كويس اوي نشوف دلوقتي التردد العالي اللي هو في الجزء العلوي اللي عده السنائي هقلص منه بايه عن طريق المكاسف يبقى عاملية الكشف الايه امي بتتمي مرحلتين الاول عد النصف العلوي من الاشارة وده فيه موجة حاملة ومحمولة وبعدين نروح مدخل الاشارة على المكاسف المكاسف ياخد التردد العالي اللي هو الهاي فريكونسي ويوديلي الارضي ويبقى في الخارجة عندي مين التردد المخفض بتاع الموجة المحمولة تعالي نشوف الكلام دا على الشاشة هشوف كده السنائي هاخد بص خارج دايرة مين التعديل اهو دا خارج دايرة الموديليشن هدخلوا على السنائي اهو بص ااخد خارج السنائي وقادي خارج السنائي النصف العلو من الاشارة ومعاء الموجة الحاملة اهو الغلافة هو بتاع الموجة المحمولة ومعاء الموجة الحاملة للتردد العالي دا طب اخلص من التردد العالي دا ازاي اوصل مكسف مع السنائي تعالي بقى نستخدم داية الكشف اللي عندي الاول دلوقتي انا مستخدم السنائي لوحده عرفت خارج السنائي ايه شكل النصف العلو من الاشارة موجة حاملة وموجة محمولة تعالي نشوف بقى داية الكشف اللي في البوردة اللي انا هستخدمها هيعمل معايا ايه هادي كده بص عادي التردد العالي اهو اللي انا قلتك عليه دا عايزين نخلص منه هبتدى اعمل ايه بقى ايوه هبتدى ااخد الخارج بتاع داية الكشف داية التعديل ودخله على داية الكشف هستخدم بقى على السنائي ما السنائي جوه في داية الكشف اهو بس وصل معايا مكسف هنا هياخد بقى الخارج بتاع داية التعديل اهو هدخله على دخل داية الكشف واخد خارج داية الكشف على الاسلسكوب بص كده اه ادي الاشارة بص ادي الاشارة هي التردد العالي بص خلاص مش موجود راح فين المكسف اللي في داية الكشف وداله الارض بس الاحظ حاجة الاحظ ان الاشارة دي غير منطبقة مع الاشارة تاعت الداخل مادي اشارة الداخل ودي الاشارة اللي خارجة من الكاشف فالمفهول ان تكون الاشارة دي زي داية بالزبط ايه اللي حاصل في الاشارة دي عليها مركبة دي سي مين اللي خلاصني من مركبة دي سي عشان الاشارة دي تبقى زي دي الهاي باس فيلتر. مرشح الترددات العالية. اللي هاخد منه الاشارة. دي الاشارة طبعا اللي خارجة من الكشف. هدخلها بعد كده على الهاي باس فيلتر. كده اخلصت من التردد العالي. عن طريق المكسف. هاخد خرج دائرة الكشف. ودخلوا على مين? على الهاي باس فيلتر. اهو. هاخد خرج الكشف اهو. عن طريق جاك. ودخلتوا على الهاي باس فيلتر. عشان اشرح يعني اقلص من مركبة التردد العالي. اهو. الاشارة اه. بقت زيها زيت تانية بالزبط. وده الهاي باس فيلتر عمل ايه بالزبط. هنبتد نستغنى بقى عن الاسلاك دي. وابتدى حط مكانها جاكات. اهو. ده خرج التعديل ودخل الكشف اهو. كده. اما شوف الاشارة كده تمام. ادي اللي داخل اشارة اللي تم كشفها ايه. وبعد كده بشوفها على الهاي باس فيلتر. يبقى انا كده. خلي بالك بقى معايا. عملت دائرة التعديل. وعملت دائرة الكشف. وشوفت الاشارة. خلي بالك. اللي خرجة من مولي ترد مخافط لواحدها. شفت الاشارة اللي خرجة من مولي ترد العالي لوحده. شفت الاشارتين اللي هم دول داخلين على دائرة التعديل. شفت خرج دائرة التعديل اشارة معدلة تعديل التساعي فعلا متغيرة في التساع وسبتة في التردد ودخلت دائرة التعديل الاشارة المعدلة دي لخارجة من دائرة التعديل دخلتها على دائرة الكاشف وشفت الاشارة اللي خارجة من دائرة الكاشف الاشارة بتاعة التردد المخافض اللي انا كنت واخدة من موقع التردد المخافض لقينا فيها اختلاف بسيط جدا اللي عملني الاختلاف ده ان فيه مراكبة دي سي على الاشارة في الكاشف اخلص منها ازاي اخلص منها عن طريق الهاي باس فلتر عشان كده خرج دائرة الكاشف ودخلنا على الهاي باس فلتر ولما خرجنا خرج بتاع الهاي باس فلتر اللي هو مرشع التردد عالية وشفناه بعدنا لدينا الإشارة بتاعة اللي خرج من الكاشف زي الإشارة اللي خرج من مؤلد التردد المنخفض كده يبقى احنا عملنا عملية التعديل في الام نظري وعملي باستخدام مين؟ استخدام مؤلد التردد مخفض ومؤلد تردد عالي داخل دائرة التعديل طب لأ احنا عايزين نعمل دائرة التعديل الام والكاشف برضو باستخدام مؤلد تردد مخفضات دائرة التعديل خارج دائرة التعديل تعالي نشوف الكلام دا هنعمله ازاي نشوف كده التعديل والكاشف الاتساعي الام للموجة الجيبية باستخدام مؤلد تردد مخفض ومؤلد تردد عالي خارج دائرة التعديل دا يبقى مؤلدة خارج دائرة نفسها تعال نشوف كده ادي عندي هنا مؤلدين هم دا مؤلد تردد مخفض وده مؤلد تردد عالي وده جهاز الاسيسكو وعنشوف بعد كده دائرة التعديل يبقى اللي عايزة يعني افاهمونا دلوقتي لتنين مؤلد خارج دائرة التعديل تردد مخفض والتردد العالي طبعا تردد مخفض لازم يكون تردده مخفض والتردد العالي لازم يكون تردده اعلى بكتير من تردد مخفض عشان تتم عملية مين التعديل تعال نشوف الكلام دا هنا لو بصيت عندي مؤلد تردد مخفض الأولاني تردده 85 هرتز خلي بالك 85 هرتز اسيليسكوب مؤلد تردد عالي وتردده خلي بالك 12 و25 أو 26 من 100 كيلو هرتز يعني 12 ألف هرتز يبقى 12 و25 من 100 كيلو هرتز التردد عالي هبتدي برضو هشوف التردد العالي واشوف التردد المخفض ودخلهم على داية التعديل واشوف خارج داية التعديل الاول هشوف التردد المخفض على الأسيليسكوب برضو اهو تمام هبتدي شغل الأسيليسكوب اه دي مؤلد تردد مخفض ظهرة تمام وبين عندي على الشاشة اه دي مؤلد تردد مخفض تعان شوف فقا موجة التردد العاجل اللي هي 12 و25 من 100 كيلو هرتز لما ليجي نشوفها هتحس ان هي موجة شكلها مضغوطة مع بعض فمش هيباني الفرق بين التردد والتاني او بين الزبزبات عشان كده هنغير في التردد المسح بص هيكون لها كده تتردد عالي بص مضغوطة كده جنب بعضها مش شايف الفرق بين كل الزبزبة والتانية فبنقل التردد المسح التعليسكوب ونشوف نشوف هتباني عندي خالص لما اقل التردد المسح اهو قلنلت تردد المسح بقلت الزبزبات هاي بنقل له موجة والتانية اهي بقينة خالص هاي طيب انا شفت الاثنين بقى التردد العالي والتردد المخاف هبتدي هشو ادخل الترددين دول على دائرة التعديل اي دائرة التعديل بتاعتي في ادخل الهاي واللو وتغزية برضو زائد 15 ونقص 15 والارضي هوصل الاول التغزية بتاعتي ادي زائد 15 نقص 15 وبعدين زائد 15 وبعد كده حط الجراوند جراوند زار عندي هبتدي اوصل كل الجراوند مع بعض كل اطراف الارضي مع بعضها ادي الجراوند وهبتدي اوصل كل اللي واخد بارضي هبتدي اوصله معاوه اهو هوتدي بقى ااخد التردد المخفض واخد التردد العالي الالي هو هوel audio frequency af المحمولة لو بتاع الساين ويف هدخله على الطرف بتاعه واخد برضو الهاي باس الهاي فريكونسي على الطرف التاني تعداخ لدائلة التعديل قادل 12 كيلو و 25% كيلو ويرتز هدخله على الهاي باس فلتر او هدخله على الهاي فريكونسي الهاي فريكونسي طيب هبتدي بعد كده وصلت ابتدي اخد الخارج بتاع دايرة التعديل هشوف بقى الخارج بتاع دايرة التعديل اشارة طبعا لازم تكون معدلة في التساعة ده بتردد 85 هرتز على الموجة المحمولة وده ال 12 ربع بتاع الموجة الحملة 12 ربع كيلو هاخد بقى على الاسلسكوب واشوف الاشارة المعدلة الطرفين هم وابتدي اشغل الاسلسكوب بتاعي الاشارة معدلة تعديل التساعي اي ام اهي تساعه كبير بيزيد ويقل على حسب مين الموجة المحمولة ده بالنسبة مين لشكل الاشارة المعدلة اي ام اللي هي الصين ويف اللي هي الاشارة الجايبية اللي هي الاشارة مين الجايبية بتدي اقلل بقى كده التردد عشبان اه بقى دموجة التردد المخافضة ايه فوق ودي موجة التردد الايه الحالي حتدي خلي بجمع معي حتدي اقلل كده حت لما شوف مزبوط كده خالص ايه بص كده ايه تساع هنا كبير وتساع هنا ايه قليل ده التردد من اه الاشارة المعدلة تعديل التساعي طبعا الفوق دي اشارة الدخل دي بتعترد مخافض بوريك في النص الموجة التساع عالي كبير وفي النص السالب التساع بايه بيقل طيب انا بقى عايز اشوف خلي بالك بقى معايا هعمل ايه دلوقتي ركز بقى معايا انا في التعديل التساعي بتاع الصين ويف قلتلك ان التساع بتاع الموجة الحملة بيزيد ويقل على حسب النصف السالب والنصف الموجة طب كويس قوي هو انا الاشارات اللي عندي هي الساين ويف بس لا الموجة الجايبية بس لا في عندي موجة جايبية في عندي موجة مسلسة في عندي موجة مربعة وفي عندي موجة سن المنشار اللي هي سيتوس في عندي ساين ويف في عندي ترونج الويف المسلسة في عندي الساين ويف اللي هي الجايبية ترونج الويف اللي هي مسلسة في عندي اللي هي الموجة المربعة وفي عندي موجة سن المنشار اللي بنسميها السوتوس طيب مواجهة رد المخفض اللي بيبقى موجود عندنا بيبقى فيه امكانية ان انا ممكن اخرج منه خلي بالك معايا موجة جيبية موجة مربعة موجة مسلسة اي واحدة من الثلاثة طيب الكلام ده كلام كويس قوي الثلاثة دول هل ممكن اعدلهم تعديل 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 ام اه احنا اعدلنا واحدة منهم السين ويف الموجة الجيبية طب الموجة المربعة شكلها هيبقى ايه في التعديل والموجة المسلسة هيبقى مشكلها ايه في التعديل مش احنا قايلين ان الموجة المحمولة هي اللي بتشكل الموجة الحاملة ايوه عشان كده في السين ويف لقيت الاتساع بيزيد ويقل على حسب السين ويف بالموجة بالسالب. طب في الموجة المثلثة هلاقي الموجة الحاملة بتتشكل على شكل الموجة المثلثة. بتزيد ويقل. بس الحافة بتاعيتها والغلاف بتاعها يبقى على شكل مسلث. طب في الموجة المربعة هلاقي الاتساع بتاعها اللي هو الغلاف اللي بره. بيزيد ويقل على حسب برضو الموجة المربعة. تاعنا نشوف الكلام ده عمليا ونشوف الموجة المثلسة ونشوف الموجة المربعة. شكلهم ايه في التعديل للتساعي الام. تاعنا نشوف الكلام ده عشر عشر. هدوس على ده بتاعي. الموجة المثلسة. تعال نشوف كده. دي. اهي. الموجة المثلسة. بص ايه اللي حصل. اهي. شايف الغلف بتاع الموجة الحملة. المحمول. التربل عالي الحملة. خد شكل مسلس. تعال نشوف. اهي. شكل مربع اهو. برضو نفس الكلام. الغلف اهو. شكل ايه? مربع. اهو. ليه? لان زي ما قلت لك الموجة المحمولة هي اللي بتشكل الموجة الحملة. عشان كده سميناها الموديوليتينج سيجنال. تعالي بقى. كده هرجع للموجة الجايبية تاني بتاعتي. اهو. وهقصل ترده بالمسحة بتاع الاسلسكوب. ليه? خلي بلك بقى معايا. خلي بلك بقى معايا. انا دلوقتي عملت عامية التعديل. عزيم. عايز اتأكد ان التعديل ده معمول مزبوط فعلا. اتأكد ازاي? اجي على الاسلسكوب. وافصل تردد المسحة. تردد المسحة. اللي هو اخاص بمين بالاسلسكوب? اللي هو داخل على الالواح الافقية في الاسلسكوب. اللي في الشاشة يعني. ايه اللي هيحصل? لو انا فصلت تردد المسحة وظهر عندي على الشاشة شكل. طبعا بيكون عندي الموجة اللي هي المعدلة. اي ام. الاحفاص لتردد المسحة. لو ظهر لي على الشاشة شكل شبه منحرف يبقى التعديل بتاعي صح مية في المية. طب ظهر اي شكل شبه منحرف يبقى التعديل بتاعي مش مزبوط. ما يقدرش اقول لي تعديل اي ام سليم. طب ما تجي نشوف الكلام ده عملي? تعاني نشوف الكلام ده عملي. انا اول نشوف الكلام ده على الشاشة. اول ما بص على مفتاح ده تردد المسحة. وادوس عليه? شوف الشكل هيظهر ايه على الشاشة عندي. دوست على اهو. اللي هو فصل لتردد المسحة على الاسيسكوب. لما افصل لتردد المسحة يظهر على الشاشة على طول بص هضغط عليه اهو. هيظهر لي على الشاشة شكل الشبه منحرف. اهو. تمام. كده لتأكدت اني تردد اني عملية التعديل او الاشارة المعدلة عندي متعدلة تعديل مزبوط او عملية التعديل بتاعتي عندي مزبوطة مية في المية. هجعمل ايه? هغير في تردد العالي بتاع الموجة الحملة. خلي بالك بقى معايا. انا دلوقتي اتأكدت ان التعديل بتاعي مزبوط. وشوفت الشكل شبه منحرف. هروح جاي على الموجة التردد العالي واغيره. يبقى انا كده غيرت في التعديل. وابتدي اشوف على الشاشة الشكل اللي هيظهر لي ايه? انا عايز اشوف الشكل اللي هيظهر لما التعديل اختل. هيظهر لي شكل شبه منحرف? ولا لا. طبعا اللي هم بتعققين? لا. انا اقيل لك. لما يظهر الشبه منحرف يبقى ازن التعديل ده مش مزبوط. فانا عملت ايه دلوقتي هعمل ايه? هغير في التردد العالي. يبقى غيرت في نسبة التعديل. يبقى التعديل مش مزبوط. لما دوس على المفتاح الاكس تي او الفاصل التردد المقسة. ما يظهر ليش على الشاشة شكل الشبه منحرف يظهر اي شكل تاني. هنشوف الشكل التاني ده اللي هيظهر لي هو هيظهر شكل عبارة عن مسلسين. انما هتأكد ان برضو الكلام ده مزبوط. تعا نشوف الكلام ده. كده شبه منحرف مزبوط. يبقى التعديل بتاعي مزبوط. هرجع اغير في مين? رجعت الاشارة تاني ده ايه? اغير في التردد المخافض. اه التردد المخافض اه اه اغير فيه اخيط اربعة وتمانين مدل ما وخمسة وتمانين. بص ايش رح حصل ده ايه? التعديل ما بقيتش ايش رح التعديل مزبوط اهو. هدوس على تردد المسح. هفصل تردد المسح هيظهر لي ايه بقى? هيظهر لي شكل غير شبه منحرف. اهو. ظهر مسلسين اهو بالشكل ده. يبقى ايزا التعديل هنا مش مزبوط. كده التعديل مش مزبوط. يبقى يازم كده بقى عارف انها مدلوش على شكل ايه ايه فصل التردد المسح هيظهر الشكل الشبه المنحرف. دي داية الكشف اللي هنشتغل فيها دلوقتي. هاخد الاشارة معدلة ودخلها على داية الكشف. اللي هي مين? هي داية الديتكتور. عبارة عن ايه? عبارة عن سنائي اهو. ومكسف ومقاومة. المقاومة ده عش ناخد اشارة الخارج اللي عليها. انما دايما ادي داية الديموديوليشن او داية بتاع الاي ام. سنائي ومكسف. وعند برضو هاي باس فلتر. برضو. تعالي الاول نشوف داخل الكاشف اللي بعد الاشارة الخارجة من المعدلة اهو من داية التعديل الاشارة معدلة هندخلها على داية الايه الكاشف. واخد من خارج داية الكاشف على داخل الهاي باس فلتر. اللي هو المرشح بتاع الترددات العالية. عشان يخلصني من مركبة الدي سي. عصيم. تعالي بقى نشوف هنا. دخلت هو على ترد. وصلت خارج الكاشف داخل الهاي باس فلتر. هروح ادخل بقى الخارج التعديل على داية الكاشف. واشوفها الاول واتأكد فعلا ان خارجها الاشارة معدلة. اي ام. اهي. هنشوف الاشارة المعدلة الاي ام من خارج التعديل. وهي دخل على الكاشف. اهي. تمام. اشارة موجودة عندي. تعالي بقى نشوف خارجها على الهاي باس فلتر. اهي. المفروض انا عملتنا عامية الكاشف والترشيح. اهي. تمام. بس في حاجة عندي بقى هنا. في هنا تموجات في الاشارة. التموجات دي جاية منين? جاية من عدم ضبط التردد العالي. عدم ضبط التردد العالي. فلما ازبط التردد العالي. التموجات دي حتتشاد. تعالي نشوف الكلام ده. اهي. الريبل اللي هي في دي. اللي هي على الموجة. نفسها. عدتدي ازبط التردد العالي. فلا الريبل دي او التموجات تبتدي ايه? تقل. طيب. نبتدي نغير بقى في مين في التردد العالي. اهو. اهو بتدي. بص خلي باك معايا. بدعت ايه? التموجات دي تروح. نبقتش موجودة. اهي. اهي. بقت موجة عادية اخيص من غير بل. طيب ما انا لازم برضو دي اللي خرجت من ηباس يا ترى هي هي لازم تكون اللي زي بزد اللي خرجت من مؤالد التردد مخفض طب ما لازم اشوف مؤالد التردد مخفض وقرنه بالاشارة اللي خرجت من مين. من الهاي باس فيلتر. خلي ب anos معانا مش الكلام ده احنا قلناه قلناه في الدارة اللي فاتت. ان الاشارة المعدلة الاشارة المخفض بخش عمل لها عامية تعديل وبعدين بخش عمل لها عامية الكشف ودخلها على الفلتر تطلع هي هي الاشارة اللي خارجة من الفلتر زيها زي الاشارة اللي خارجة من مولد ترد مخفض لان الاشارة اللي ببعتها لازم هي توصل لك الاشارة الصوت اللي بتكلم دلوقتي او الصورة الاتنين مع بعض هم اللي لازم يوصلولك عشان كده بقارن بين الاشارة اللي هي خارجة من موالي الترد مخفض والاشارة اللي خارجة من الهاي باس فلتر في جهاز الاستقبال اللي هو خارج الكشف يعني الكشف ده بيبقى فين في الاستقبال تعال شوف الكلام ده كده انا شوفت الاشارة هي اللي خارجة من هاي باس فلتر هبتدي بقى عايز اشوف الاشارة اللي خارجة من مين من بالزبط كده من خارج مين من خارج موالي الترد مخفض عشان نتأكد ان اشارتين دول زي بعض. اهي ده خارج مين? ده خارج مولد رد مخافض. اللي هو خامسة وتمانين هيرتز. لازم الاشارة دي تنطبط مع الاشارة اللي خارجة من مين? اللي خارجة من الهاي باس فيلتر. تعان شوف الكلام ده? تعان شوف الكلام ده. اهو. قد اشارتين دول مع بعضهم تمام بالزبط. اهو. اهو. دي قد اشارتين بالزبط اللي هم الجزء اللي خاص بالديرتين. طيب تعان شوف بقى جزء تاني اللي هنتكلم عليه الرسم التخطيطي لجهاز ارسال ازاعي اي ام. خلي بلك بقى معاه. احنا اتكلمنا. اركز معاك وايس او في الكلام اللي هقوله. اتكلمنا عن عامية التعديل الاتساعي الاي ام. وقلنا بتتم فين? في جهاز الارسال. في جهاز الارسال. اهو احنا دلوقتي هنتكلم على جهاز الارسال. اذا انا بعقلي كده على طول استنبط او استنتجت ان لازم يكون في جهاز الارسال دار التعديل. ده اول جزء. الجزء التاني من خلال الجزء اللي شرحناه اللي فات. لازم اعرف ان دائرة التعديل هيكون داخل لها اشارتين. داخل لها اشارتين. اشارة تردد مخفض اللي انا عايز ابعتها. واشارة تردد عالي اللي هتشيل موجة التردد المخفض في دائرة التعديل. شوف الكلام ده كله انا بلتبه قبل ما خش على رسمة الجهاز. كلام دي حشرة احنا اللي فات. فهمت منه ان في دائرة تعديل في جهاز الارسال. وفهمت منه برضه ان في دائرة التعديل دي لها داخلين. داخل ترد مخفض وداخل ترد عالي. ادي جزء خلي بلاك معايا. ده في زهني قبل ما خش على رسمة تخطيط بتاع دائرة الارسال. جهاز ده الارسال. قويس قوي. لم نحط الجزء ده في دماغي. وهنا ندخل اعدلا الرسم بتخطيطي في دماغي. انا حددت كده جزء في الرسم بتاع الرسم التخطيطي بتاع جهاز الارسال الاين. تعالي بقى نتكلم على جهاز الارسال الازاعي الاين. جهاز الارسال الازاعي الاين. هيبعت ايه? هيبعت صوت. ده الكس كويس اوي. هيبعت صوت ده ازاعي. الصوت ده قسم خاص في جهاز في الاسم التخطيطي بتاع جهاز الارسال الازاعي اسمه قسم الصوت. الجهاز هيبعت صوت بتاع التردد مخفض. طب وانا الصوت ده اللي هبعته. هبعته هيروح لوحده? لأ. لازم له موجود التردد عالي. يبقى فيه قسم خاص لتوليد الترددات العالية. ادي قسمين. طب فيه ترددات عالية جاتني وفيه ترددات مخفضة جاتني. هم دول عبعتهم مع بعض. لا. لسه قيلين من شوية مع بعض. ان فيه داير التعديل. يبقى فيه قسم خاص بالتعديل والارسال. يبقى دلوقتي استنتجت كده من الفهم بتاع كلامي. استنتجت ايه? ان جهاز الارسال الازاعي بيتكون من تلات اقسام. قسم خاص بالصوت. وقسم ترددات خاص بالترددات العالية. وقسم خاص بالتعديل والارسال. ده بقول دلوقتي قسم خاص بالصوت. بالصوت. اول حاجة في قسم الصوت المايكروفون. صوت. يبقى ده استنتجتها برضو. تعال بقى نشوف الرسم التخطيطي ده. ونبتدي نشرح الرسم التخطيطي ده كل مرحلة بالتفصيل بتعمل ايه? تعال نشوف الرسم التخطيط لجهاز الارسال الازاعي الام. اللي هو بيحتوي على تلات اقسام. نشوف الكلام ده على شاشة. رسمة تخطيط لجهاز الارسال الازاعي اي ام. تلات اقسام قدام مني. قسم خاص بالصوت. وفيه اربع اجزاء. مكبر اول ومكبر تاني ومكبر قدرة. كان ده حنقوله بالتفصيل خلي بالك. قسم التاني قسم توليد الترددات العالية. فيه مزبزب باللوري. وفيه مكبر فاصل وفيه مضاعف تردد. قسم التعديل التساعي والارسال. فيه مشكل او معدل اي ام التساعي. فيه مكبر قدرة وحد التوليف هوائي وهوائي. ده يبقى دول التلات اقسام. تعال نشوف بقى الكلام ده حنتكلم عليه بالتفصيل ازاي. اقسام جهاز الارسال الازاعي. قسم الصوت وبيتكون من اربع اقسام. ميكروفون. مكبر اول. تردد صوتي اول. مكبر تردد صوتي تاني. مكبر قدرة. خلي بالك. الميكروفون هو المكبر الاول في الستيديو. مكبر تردد عالي ومكبر قدرة دول في محاطة الارسال. عن الكلام ده حنقوله بالتفصيل. قسم التاني قسم الترددات العالية. فيه مزبزب باللوري. فيه مكبر فاصل. فيه مضاقل تردد. قسم التعديل والارسال. تعديل اي ام من تعديل التساعي. فيه مشكل مكبر قدرة تردد عالي. وحد التوليف الهوائي والهوائي. تعال نشوف بقى. قسم قسم. خلي بلك بقى معايا. هنتكلم عن كل قسم لوحده. وبالتفصيل هناخد الاجزاء بتاعته. قسم الاولاني. قسم الصوت. فيه مين? فيه المايكروفون. مكبر اول. مكبر تاني. ومكبر قدرة. هنبتدى نتكلم بقى عن القسم ده بالتفصيل. كل جزء فيه بيعمل ايه? تعال نشوف الكلام ده على الشاشة. اولا قسم الصوت. ويتكون من؟. المايكروفون. مكبر تردد صوتي اول. مكبر تردد صوتي ثاني. مكبر قدرة تردد عالي. ده مين ده قسم الصوت. تعال نشوف بقى كل جزء فيه بيعمل ايه? بالزبط. ده الرسمة بتاعتنا ايه? وحنبتدى ناخد جزء جزء بقى. اول حاجة عندي ده قسم الصوت اللي هتكلم عليه بالتفصيل. بعناصره الاربعة. ميكروفون مكبر اول مكبر تاني. ومكبر القدرة. نبتدى ناخد بقى حاجة حاجة. اول حاجة عندي المايكروفون. بيعمل ايه المايكروفون? بيحول الاشارة الصوتية الى اشارة كهربية. متغيرة في الجهد والتردد على حسب الصوت. المايكروفون اهو يقوم بتحويل الاشارة الصوتية المعبرة عن الموسيقى او الكلام الى اشارة كهربية تتناسب في شدتها حسب درجة الصوت. والتردد. مكبر تردد صوتي ده هيعمل ايه? هيكبر الاشارة الخارجة من المايكروفون. للمستوى المطلوب. وده موجود داخل الاستوديو هو ومين? هو والمايكروفون. يقوم بتكبير اشارة التردد السامعي. النتيجة من المايكروفون حتى يمكن نقلها الى المكبر التاني الموجود بمحطة الارسال. ويكون المايكروفون ومرحلة التكبير الاولى في الاستيديو. مكبر التاني. هيكبر الاشارة الخارجة من المكبر الاول الى المستوى المطلوب لتشغيل مكبر القدرة. يتم فيه تكبير عمل تكبير مرة ثانية للاشارة الكهربية الصوتية عند وصلها الى محطة الارسال. لان المكبر ده اول حاجة في محطة مين الارسال. مكبر قدرة. ده هيكبر قدرة الاشارة. عشان نقدر نعملها عملية التعديل. في هذه المرحلة هيتم تكبير قدرة الاشارة الكهربية اللي معبرة عن الصوت حتى يمكن تعدلها حيث تغزى هذه الاشارة الى المعدل التساعي اللي هو الام. تعال بقى نشوف. الجزء التاني اللي هو في جهاز الارسال الازاعي الام. اللي هو قسم الترددات اه العالية او الزبزبات العالية. وبيتكون من تعال نشوف. اللي هو زبزب بلوري رئيسي. ومكبر فاصل. ومضاعف التردد. مضاعف مين? التردد. تعال نشوف كده. ده القسم التاني اللي هنتكلم عليه. اللي هو فيه التلات وحدات. اللي هو المزبزب البلوري. اللي هو المزبزب رئيسي. والمكبر الفاصل. ومضاعف. التردد. تعال نشوف كله مرحلة بتعمل ايه? مزبزب بلوري ده هيقوم بتوليد الترددات العالية. يقوم بتوليد الترددات او الزبزبات العالية. اللي اه طبعا بتبقى سبتة التردد. اه عالية التردد. سبتت الاتساع والتردد. وتسمى بالموجة الحملة. اللي هي تشيل بقى موجة التردد مخافة. وعادة ما يكون تردد الموجة المرسلة اكبر من تردد المزبزب الرئيسي. لذلك يتم مضاعف التردده عن طريق مضاعف التردد. يعني احنا بنبعد الترددات اعلى من تردد المزبزب ده. واللي بيعمل القصة دي بضاعفها المضاعف التردد. تعال نشوف بقى المكبر الفاصل. مكبر الفاصل ده بيعزل المراحل اللي بعد المكبر كلها عن داية المزبزب عشان ما تعملش تحميل على دايرة المزبزب. كبر الفاصل. ده بيستخدم لعزل المزبزب الرئيسي عن مراحل الارسال لضمان سبات اه تردد المزبزب. وقد يقوم المكبر بمضاعفة تردد المزبزب. تعال نشوف بقى مضاعف التردد. ده عبارة عن مكبر على فكرة. بضاعف تردد ايه اللي خارج من المزبزب المحلي المشتوى المطلوب. انا عايز ابعت المزابزب بنطلعخمسة كيلو هيرتز. مسلاو. انا عايز ابعت 500 ميجليًinta أو 100 مية كيلو هيرتز. احسف بتردد بكيلو. ميت كيلو هيرتز. انا عايزهم متين كيلو هيرتز. ده اللي هيعمل لي الموضوع ده اللي هو مضاعف التردد. عبارة عن مكبر يتم في مضاعفة تردد المزبزب الرئيسي الى تردد الموجة الحاملة. المراد ارسالها من محطة الارسال كده يبقى خلي بالك بقى معايا انا عرفت جزئين في جهاز الارسال الازاعي او قسمين ايه هم قسم الصوت وبتكون من ميكروفون مكبر اول مكبر تاني مكبر قدرة القسم التاني في جهاز الارسال الازاعي قسم الترددات العالية وكان بيحتوي على مين مزافزب باللوري ومكبر فاصل ومضاعف تردد وعرفنا فايدة مضاعف التردد ايه اللي هي مضاعف التردد الموجة الحاملة اللي خرجة من المزافزب باللوري الهدف ان انا اوصل التردد معين عايز ابعته هو ده اللي بضعيف للتردد بتاع المزافزب للتردد اللي انا عايز ابعته خلي بالك القسم بتاع التردد العالية جاب لي الموجة بتاع التردد العالية الحاملة وقسم الصوت قبل الموجة المحمولة. القسمين دول الخارج بتاعهم هيروح على قسم التعديل والارسال. على قسم التعديل والارسال. عشان كده نلاقي الاشارتين دول اللي خارجة الاشارة بتاعتراض المخافط اللي خارجة من قسم الصوت والاشارة بتاعتراض العالي اللي خارجة من قسم الترددات العالية. في النهاية بتاعتهم الاشارتين دول. وهم خارجين من كل واحدة من القسم بتاعها. اول ما يخشوا يخشوا على مين? على دائرة التعديل في القسم التالت. دائرة التعديل اللي يعني ايه ام. ايوه تمام. اللي بيتكلم كده بيقول اه ده هو دائرة التعديل العامل اللي احنا اخدناها. صح. موجة التردد عالي جاي من قسم الترددات العالية. موجة التردد مخفض جاي من قسم الصوت. الاتنين هيخشوا على دائرة الموديوليشن. دائرة الموديوليشن دي هي اللي تعمل عملية مين? التعديل. الاشارة المعدلة اللي هي خارجة من آآ دائرة التعديل. الا ام اللي هي خارجة عندي من دائرة التعديل اللي هي متغيرة في الاتساع. وسبتة فين في التردد. بكده احنا يبقى وصلنا الى نهاية حلقة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة. والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة